اهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامجكم ايوا برنامجكم زي ما انتم متعودين الاهلي خط احمر اهلا بيك يا وسامي اهلا بيك يا فارس واهلا بمشاهد القناة النادي الاهلي في كل مكان اعظم نادي في الكل طالعين في ظروف شايفينها جيدة وهي ان النادي الاهلي بيكتاز فريق المريخ السوداني وكمان الهلال بيخسر امام سانداونز مباراة نتجتها بتخليك في الجولة الاخيرة التعادل يكفيك للتأهل مباشرة لربع النهائي داي خليني قول انت تعرف ان انت لقدر الله لقدر الله لو خسرنا واحد سفر كمان نسعد بس في حالة واحدة ان المريخ السوداني يفوز على سانداونز في جنوب افراق المواجهات المباشرة دايما بتكون لما يكون فريقين فقط لغير بيتنفسه على مقعد ولكن في حالة لقدر الله احنا طبعا مش عايزين ده بس احنا بنحط الاحتمالات امام حضراتكم ان المريخ السوداني يفوز على سانداونز هيبقى سبع نقط لقدر الله الهلال السوداني لو فاز واحد سفر على النادي الاهلي هيكون هو كمان سبع نقط والاهلي هيكون سبع نقط وقتها هيتم استبعاد نتائج التلت فرق مع سانداونز هتلاقي النادي الاهلي مخدش ولا نقطة من سانداونز فيتبقى رصيده سبع نقاط زي ما هو الهلال خد نقطة من سانداونز فينزل لست نقاط المريخ هيكون وقتها واخد اربع نقط عادل وفوز في المجولة الاخيرة فيبقى رصيده تلت نقاط فيصبح النادي الاهلي ايضا هو ثاني المجموعة ده بس مجرد احتمالات ولكن احنا ان شاء الله هنفوز بإذن الله على الهلال عشان ده مهم جدا لرسالة لباقي فرق افريقيا ان النادي الاهلي يعادل انصرات يا فارس ومش هنلعب على فكرة انا عمري طول عمري وحياتي كده يقولك رياب على فرصتين بيفقدهم احنا نلعب على الفوز ان شاء الله